مرحبا بكم مشاهدين الكرام ورمضان كريم أنا أدم إرلي ويصرني دوما أن ألتقي بكم في حلقة جديدة من مع المغرب من واشنطن نتناول في حلقة اليوم موضوع فيروس كورونا في أفريقيا فحتى الآن لم يضرب الفيروس القارة الأفريقية مثل ما فعل في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة فعدد الإصابات الآن بلغ حوالي 20 ألف حالة في أفريقيا ووفاة حوالي ألف حالة وهو عدد قليل نسبيا بالمقارنة مع باقي مناطق العالم لكن هناك توقعات أن يتغير هذا الوضع فحتى الآن أغلقت نصف الدول القارة بالغ عددها 54 دولة أغلقت حدودها بشكل كامل كما توقعت منظمة الصحة العالمية أن تصبح القارة الأفريقية مركزا جديدا للفيروس وذلك بأن يصل عدد حالات الإصابات إلى 10 ملايين حالة خلال الأشهر الثلاثة أو الستة القادمة وقد أجرت المفاوضية الأممية الاقتصادية لأفريقيا أجرت دراسة قالت فيها إن ما بين 300 ألف إلى قرابة الثلاثة ملايين ونصف المليون حالة وفاة في أفريقيا بسبب فيروس كورونا وأن العدد قليل يقل أو يزيد حسب طريقة استجابة الحكومات لذلك وفي دراسة أخرى أجراها باحثون أفارقة قالت إن حوالي 16 مليون أفريقي سيصابون بالفيروس مع حالات وفيات قد تصل إلى 126 ألف حالة خلال الأسابيع العشر القادمة أي مع نهاية يونيو القادم وحسب الدراسة نفسها ستكون شمال أفريقيا أكثر المناطق إصابة بالفيروس خلال الشهرين القادمين وقد يصل عدد المصابين فيها ثمانية ملايين ونصف المليون حالة حتى شهر يونيو وبالإضافة إلى ذلك سيتأثر الاقتصاد الأفريقي بشكل كبير وحسب شركة الاستشارات البحثية مكينزي سيبلغ عدد الذين سيفقدون عملهم في قطاع العمل الرسمي ما بين 9 ملايين وثمانية عشر مليون أما في القطاع غير الرسمي سيفقد حوالي 300 مليون عامل وظيفته وقد يتم خفض رواتب أكثر من 35 عامل أفريقي وقالت المفاوضية الأممية الاقتصادية لأفريقيا أيضا إن المطلوب هو 44 مليار دولار على الأقال لأفريقيا من أجل إجراء اختبارة الفيروس وشراء المعدات الطبية اللازمة للمستشفيات والعلاج الآن وكما نعلم فإن المغرب من أعلى الدول إصابة في أفريقيا بسبب قربها الجغرافي من أوروبا ووقيع على طريق تجارة حيوي لكنه في الوقت نفسه من الدول الأفريقية المتقدمة اقتصاديا ولعب دورا تاريخيا في دفع القارة الأفريقية لمكافحة التهديدات المشتركة لذا لم يكن الأمر مفاجئا عندما قرر الملك محمد السادس أن يأخذ بزمام المبادرة بطرح عدة برامج لدعم التعاون مع القارة الأفريقية لمكافحة الفيروس ففي مارس انضم المغرب لمجموعة مكونة من 13 دولة لتنصيق العمل فيما بينها لتقليل تأثير الفيروس وهذه المجموعة مكونة من المغرب وفرنسا والبرزيل وألمانيا وإندونيسيا وإيطاليا والمكسيك وبيرو وكوريا وسنغافورة وتركيا وبريطانيا وكندا حيث تتشاور هذه المجموعة أسبوعيا لمكافحة الفيروس وفي إبريل وبعد محدثات مع رؤساء دول السنغال والساحل العاج اقترح الملك محمد السادس مبادرة القادة الأفريقية لدعم دول القارة في موجبهة فيروس كورونا وتتضمن هذه المبادرة تبادل الخبرات وأفضل الممارسات للتعامل مع التأثيرات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للفيروس في حلقة اليوم سنتناول الدور القيادي للمغرب في أفريقيا ومبادرته لمواجبهة فيروس كورونا فهل بإمكان إفريقيا أن لا تصل فيها أعداد المصابين والوفيات التي رأيناها في باقي دول العالم وما هي الدروس المغربية المستفادة التي يمكن تطبيقها في باقي دول القارة الإفريقية كيف سيؤثر الركود الاقتصادي العالمي على إفريقيا وما هي النتائج المتوقعة من التعاون بين بلدان الجنوب الذي كان المغرب تاريخيا رائدا فيه وما هي المبادرات المغربية الأخيرة إلا استمرار لهذا الدور التاريخي من أجل القارة ينضم إلي في حلقة اليوم بالإضافة إلى المعلق الخاص للبرنامج جيدي جوردون اثنان من الخبراء في المجال الأفريقي والتعاون الدولي في الجزء الثاني من الحلقة سنستضيف برانوين بروتين مديرة مركز إفريقيا في المجل الأطلسي الذي يعتبر أحد المراكز البحثية الرائدة في العاصمة واشنطن وهي خبيرة في السياسات والتنمية الأفريقية وصبق لها العمل في الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي ومؤسسة الوقف الديمقراطية ومجلس العلاقات الخارجية وهي معلقة وكاتبة في عدد من وسائل الإعلام مثل Financial Times والEconomist وForeign Affairs وNew York Times وBBC وABC وNBC وCNN أما ضيفي في الجزء الأول من الحلقة فهو الدكتور إيلان بيرمن النائب الأول لرئيس المجلس الأمريكي للسياسة الخارجية في العاصمة واشنطن وهو خبير في الأمن الإقليمي وقدم استشارات لوكالة الاستخبارات الأمريكية وأيضا لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع وهو محاضر في جامعة ولاية ميزوري وله مشاركات إعلامية في Wall Street Journal وNew York Times وواشنطن Post شكرا لكم ضيفي الكريمين وسأعود إليكم بعد أن نبدأ مع المعلق الخاص للبرنامج جادي جوردون المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع ومستشار حملة الرئيس رمب الرئاسية السابقة جادي سأبدأ معك الحوار عن منظمة الصحة العالمية التي تلعب دورا هاما في توفير الإمدادات والخبرات لمساعدة القارة الإفريقية لمكافحة الفيروس كورونا والولايات المتحدة هي أكبر ممول للمنظمة فيا وحدها توفر حوالي 10% من ميزانية المنظمة لكن إدارة ترمب أعلنت في إبريل تعليق حصتها في تمويل المنظمة حتى مراجعة كيفية تعاملها لمكافحة فيروس كورونا أرجو أن تشرح لمشاهدين الأسباب التي دفعت الإدارة الأمريكية لاتخاذ هذا القرار في وقت العالم كله في أمس الحاجة لمنظمة الصحة العالمية طيب يا أدم هذا سؤال جيد والجميع يطرحه في أمريكا وعبر العالم لكن أعتقد أن للرئيس ترمب أسباب معقولة لاتخاذ هذا القرار وهو أن الرئيس والعديد من أعضاء إدارته غاضبون من الصين ومن منظمة الصحة العالمية لأن الصين قامت في بداية يوناير بإخفاء الحقيقة ولم تكن صادق مع العالم بشأن الفيروس ومدى خطورته ليس فقط عليها بل على كل أنحاء العالم فخلال ثلاثة أسابيع من ديسمبر ويوناير كان هناك تسطر صيني والرئيس يعرف ذلك بل وحتى منظمة الصحة العالمية حين سئلت في موضوع الصين شددت على أن الصين شفافة وتتعاون وهو أمر مناف للحقيقة وبالتالي هناك توجه في أمريكا لمعاقبة منظمة الصحة العالمية وزير الخارجية مايك بومبيو قال بأن المنظمة فشلت في مهمتها في إشعار العالم بشأن الجائحة بل لم تعلن عن الجائحة إلا في الحادي عشر من مارس وهو وقت متأخر ورغم ذلك يذهب البعض إلى القول لماذا لا نواصل دعم المنظمة طيب مؤسسة الإعانة والإغاثة الأمريكية قالت بأن تجميد الدعم هو مؤقت لتسعين يوما ولكن خلال هذه المدة ستقوم أمريكا بدعم مؤسسات أخرى وأطراف أخرى التي تستحق الدعم وليس بالضرورة العاملة مع منظمة الصحة العالمية والتي يتهمها الكثيرون بأنها بوق دعائي للصين الآن هذا شرح وافن يا جيدي وأود أن أضيف تعليقي هنا أنه ومع اتهام ترامب للصين بعدما اعترافها بالمشكلة في البداية وحتى بعد إعلام منظمة الصحة العالمية بأن الفيروس يعتبر جائحة أعلن ترامب صراحة وعلى الملأ أن الفيروس لا يعد كونه إنفلونزا وأن أمريكا لن يصيبها أذى منه هذه نقطة لا أستطيع غض الترف عنها وأتحول الآن إلى ضيف إيران بيرمان أنت يا إيران خبير في الأمن الإقليمي والتعاون الدولي هل أفريقيا مستعدة لما هو آتن وما هو المطلوب من الدول الأفريقية لكبح جماع هذه الكارثة حتى لا تكون مثل أوروبا أو آسيا أعتقد أن هذا هو السؤال المناسب تماما فالواضح أن القارة الإفريقية لم يضربها الوباء بعد كما ضرب آسيا وأوروبا والولايات المتحدة والمرض قادم والوباء قادم لا محالة وهناك عوامل محددة في عموم القارة الإفريقية بداية من انتشار الفقر وخروج بعض المناطق عن السيطرة الحكومية والكثافة السكانية العالية في المدن الرئيسية الكبرى تدل على أن الوباء إذا ضرب فسيضرب بقسوة وستكون له آثار مدوية ولكن هناك نافذة أمل يمكن من خلالها فرض إجراءات احترازية ما قد يغير الصورة ولكن هذا يتطلب تعاونا على مستوى القارة لم نره للأسف حتى الآن هل تعتقد أن مبادرة الملك محمد السادس كافية وفاعلة لدعم أو إعطاء قوة دفع لهذا التعاون الأفريقي؟ أعتقد ذلك بالتأكيد والجدير بالذكر أن المبادرة المغربية بدأت تأخذ أهميتها ويزداد نجاحها لأنها نجحت داخلياً فإذا لم يكن الملك المغربي أفلح في إدارة الأزمة حتى الآن محلياً في المغرب بكفاءة ما كانت مبادرته وحظيت بهذا الإعجاب الإقليمي ولكن إذا نظرت إلى المعلومات التي تخرج من المغرب بما فيها دراسة حديثة عن المعهد المغربي للدراسات السياسية فإن هناك رضاً كبير بين المواطنين المغاربة أنفسهم حيال الكيفية التي تعطى معها الملك المغربي مع الأزمة حتى هذه اللحظة فهو يتمتع بالمصداقية للتحرك خارجياً في المنطقة ونقل أفضل الخبرات للحكومات الأخرى والقضية هنا هل الحكومات الأخرى مستعدة للاستماع والإنصاب؟ هذا أمر آخر تماماً شكراً لك إيلان لاندمامك معنا مشاهدين الكرام بعد الفاصل سنلتقي ضيفتنا برانوين بروتين مديرة مركز أفريقيا في المجلس الأطلسي وسنلقي نظرة على الدروس المستفادة التي يمكن أن تتعلمها باقي دول القارة الأفريقية من النموذج المغربي والثانياً وكما هو معروف أن المغرب كان عبر تاريخه ولا يزال يلعب دوراً رائداً في التعاون بين الدول الأفريقية وثالثاً ما هي النتائج المرتقبة من التعاون الجنوبي الجنوبي وتأثير هذا التعاون على باقي دول العالم نلتقي بعض الفاصل ابقوا معنا مرحباً بكم مجدداً مشاهدين الكرام في مع المغرب من واشنطن حلقة اليوم تدور حول فيروس كورونا في أفريقيا وكما قلنا في مقدمة الحلقة لم يضرب الفيروس القارة بعد لكن تقديرات كثيرة تقول إن الوضع لن يستمر هكذا مثل ما قالت منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة إذ أشارت التقديرات إلى احتمال وفاة ثلاثة ملايين خلال ثلاثة أو ستة أشهر القادمة قبل الفاصل تحدثنا عن المطلوب عمله بين الدول الأفريقية إزاء هذا الوضع وبشكل فاعل وخيف أن المغرب بقيادة الملك محمد السادس أخذ بزمام المبادرة للاستجابة الفاعلة التحول لضيفة برانوين بروتين مديرة مركز أفريقيا في المجلس الأطلسي وقد عملت في مناصب عدة تتعلق بالعمل ودرست الشأن الأفريقي الشيء المثير الذي وجدته عندما بحثت عن ما حدث أفريقيا هو أن دول القارة تعمل بشكل مستقل عن الأخرى فكل دولة تركز على مواطنيها وفقط وهذا بالطبع مفهوم ولكن أيضا من الصعب أن تعزل أي دولة نفسها تماما عن باقي دول العالم وهذا ينطبق بشكل خاص على أفريقيا حيث يتحرك المواطنون بحرية بين الحدود ومع وجود مثل هذه المعطيات لفت انتباهي المغرب الذي اتخذ مبادرة جديدة ومهمة بمحاولة التنسيق للتعاون الإفريقي المتعدد الأطراف لمكافحة فيروس كورونا فكيف ترين هذا التحرك المغربي؟ أجل بالتأكيد أؤيد وبقوة فكرة استجابة عموم إفريقيا لفيروس كورونا كوفيد الناينتين لعدة أسباب لأنني أعتقد أن تلك الاستجابة لن تأتي من الغرب فالدول الغربية سقطت بسبب فيروس كورونا ووجب عليهم استثمار تليرونات الدولارات بالفعل لحماية مواطنيهم وهنا عدة دول لم تتعافى بعد ولسوء الحظ أتحدث في الأساس عن الولايات المتحدة حينما أذكر ذلك ويحاولون تحسين أنفسهم فهم غير قادرين على القيادة التي كانوا يتمتعون بها في الماضي وإذا استطاعت الدول الأفريقية العمل معا من أجل التوصل إلى استراتيجية خاصة بهم لأنها سيكون من الصعب عليهم الاستجابة لكوفيد الناينتين وبشكل خاص كما ذكرت أعتقد أنه يجب توضيح أن الدول الغربية تتنافس مع بعضها البعض للحصول على الإمدادات وبشكل خاص الأقنعة والملابس الواقية وأجهزة التنفس لدرجة أنهم يزيدون في الأسعار وإذا أرادت دول إفريقيا ووجدت طريق لمشاركة الخيارات مثل تقديم المزايدات سيكون من الصعب عليهم جدا الحصول على ما يحتاجمه لحماية أنفسهم من الفيروس وفي هذا الشأن أظن أن المغرب يقوم بدور مهم جدا فهو الدولة الإفريقية الوحيدة القادرة على إنتاج أجهزة التنفس وأقنع واقية نعم إنه قادر على تقديم مساهمة هائلة معظمة لأن الدول الإفريقية لديها نقص حاد في تلك الأجهزة دعينا نتحدث عن مبادرة الملك لمواجهة فيروس كورونا في أفريقيا وأعتقد أن أحد الأسباب الريادية للمغرب وكما قال ضيف سابق في الحلقة هو أن المغرب يدير هذه المواجهة ضد الفيروس بشكل رائع إذ اتخذ خطوات عديدة وفاعلة وبشهادة أطراف عديدة إذ أغلق الحدود ومنع التجمعات ويجري اختبارات على أعداد كبيرة من الناس السؤال لك الآن هل تعتقدين أن هذه الإجراءات يمكن تطبيقها على انطاق واسع في أماكن أخرى في أفريقيا دعني أقول أن ما يقوم به للمغرب هو أفضل استجابة وكان من المفترض أن تكون تلك أساس الاستجابة في الدول العظمى فاستراتيجية المغرب تشمل توفير مليارات الدولارات لمواجهة المصاعب الاقتصادية كما قلت أنت إجراء اختبارات كورونا لجميع المواطنين التباعد الاجتماعي وإنتاج أجهزة التنفس وهذه كلها أمور لن يكون من السهل إتمامها في معظم الدول الإفريقية كثيرا من تلك الدول الإفريقية قد تنجح في تنفيذ التباعد الاجتماعي لكن قليلا منها لن يستطيع تنفيذ العزل كما نجح فيه المغرب أو تقوم بإجراء اختبارات للمواطنين كالمغرب وعلى وجه الخصوص دفع أموال للمواطنين مثل ما فعل المغرب هذه الإجراءات تتطلب تأثيرا وتنسيقا لم نراه أبدا على الأقل على المدى القصير لي سؤالان هنا أولا ما هي أهمية تخفيف عبء الديون والثاني هل هذا ينطبق فقط على مؤسسات الإقراض الدولية أم أن المؤسسات الخاصة يمكنها أن تلعب دورا أيضا مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع المالي المغربي هو دائن ضخم للدول الإفريقية خفيف الديون معقد للغاية عن ما كان يحدث في الماضي وكما ذكرت في حديثك دور المقردين بالإضافة للمقردين التقليديين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولكن بجانب المغرب لدينا الصين التي تسيطر على نسبة استثنائية من الديون السيادية الإفريقية ولكننا حقيقة لا نعرف شروط وبمود تلك الديون وبسبب ذلك أعتقد أنه سيكون هناك نوع من التعامل الصارم من قادة العالم للاتفاق على تخفيف ديون الدول الإفريقية لكنك لا تعلم حجم الأموال التي ستذهب للمصارف الفيدرالية كذلك الدول الغربية لا تريد أن تذهب تلك الأموال للصين فإذا أعطت تلك الأموال ستقوم بتزديد الكرود لبيكين وأعتقد أن ذلك سيكون مشكلة للدول الغربية وحقيقة هي قضية معقدة دعيني برانوان ننتقل إلى نقطة أخرى متعلقة بالدور القيادي المغربي في التعاون بين دول القارة فالملك محمد السادس بذل ويبذل جهدا ضخما في هذا المضمار في قضايا مثل الهجرة والتغير المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أن التعاون بين الجنوب والجنوب من أساسيات السياسة الخارجية المغربية عبر التاريخ والمشكلة التي نحن بصددها حاليا ما هي إلا أحدث الأمثلة على هذه الجهود فما هو رأيك في التأثير المغربي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية الأفريقية وهي النتائج القوية التي ترينها للجهود المغربية لدعم التعاون بين الدول القارة الأفريقية هذا هو طريق المستقبل بوضوح فالمغرب في الشمال وجنوب إفريقيا في الجنوب وهما قوتان ناشئتان في القارة ولديهما من المقاومات للقيام بدور قد لا تستطيع دول أخرى القيام به بدرجات متفاوتة من النجاح وأعتقد أن المغرب بشكل خاص لديه الكثير من الخدمات الهائلة التي قدمها للقارة من خلال عدد من المبادرات وخاصة التغير المناخي وأيضا في مجال التعليم وفي أزمة كورونا أعتقد أن المغرب يقدم في المجال العلمي إسهاما رئيسيا آخر تمثل في جهوده بإنتاج أجهزة تنفس وعلى سبيل المثال إذا استطاع المغرب القيادة في التعليم عن بعد من خلال الإذاعة والتلفزيون والإنترنت هذا سيكون إسهاما مميز وبشكل عام أعتقد أن المغرب أظهرت قيادة استراتيجية في التفكير بعيد المدى والتفكير في التعاون بين دول الجنوب بعيدا عن بعض الدول الشمالية التي تنظر إلى دول إفريقيا فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي وأعتقد أن الدور الذي يقوم به المغرب مهم للغاية خاصة بعد عودته للإتحاد الإفريقي وأعتقد أننا جميعا نتشارك الهدف سواء المغرب أو الصين أو الولايات المتحدة وهو تعزيز هذه المؤسسة خاصة وقت الأزمة شكرا لك يا برانوين أقدر لك هذه الأراء القيمة والمشاركة الفعالة في حلقة اليوم من البرنامج وأرجو أن ألتقي في حلقات قادمة مشاهدين الكرام ما نخلص إليه من هذه الحلقة وأعتقد أن برانوين شرحته بشكل جيد هو أن التعليم والوعي هما المفتاح في مواجهة فيروس كورونا فقد وجدنا في الصين وإيطاليا والولايات المتحدة أنه إلى أن شعروا الناس بالمشكلة وفهموها كانت المشكلة قد استفحلت بالفعل لذا فإنني أعتقد أن مبادرة الملك محمد السادس في غاية الأهمية وفي توقيتها المناسب ومطلوبة تماما فما الذي فعله الملك لقد توجه إلى القادة الأفارقة مخاطبا إياهم أن علينا أن نعمل سويا وأن نتعاون الآن قبل فوات الأوان هذه الخطوة في حد ذاتها في غاية الأهمية لحماية أرواح الناس هذا التوجه هو جزء من نموذج مغربي ثابت للديبلوماسية الخارجية قائم على مبدأ المشاركة في الأهداف وأن كل الدول الأفريقية يجمعها إرث وموحد ومصير واحد وأنه يجب أن نعتني بأنفسنا لأن الولايات المتحدة والصين وغيرهما من القوى العظمى قد يقدموا المساعدة وقد يكونوا شركاء ولكن لا أحد سيعتني بأفريقيا أكثر من الدول الأفريقية نفسها والأفارقة أنفسهم وبالتالي علينا أن نتكاتف ونساعد أنفسنا لنحظى باحترام العالم ونتعامل معهم من منطلق القوى كل هذه الجوانب نستطيع أن نقرأها في المبادرة المغربية المهمة والمواتية والتي آمل أن تؤتي ثمارها شكرا لكم مرة ثانية ضيوفنا جيدي وبرانون وإيلان وشكرا لكم مشاهدين الكرام لحسن المتابعة وإلى اللقاء